وعندها قدرة ان هي تلفت الانتباه بس خلي بالكم ده في المرة الاولى بس في الموقف الاول في التعامل الاول في الوهلة الاولى ولكن بعد كده ممكن على حسب تبقى عادية عادية جدا وغير ملفتة للانتباه ولكن الابراج دي عندها قدرة كده طريقتها مشيتها كلامها نظرتها كل حاجة على بعضها ابتسامتها ايا كان كده المهم الكاركتر ده في النهاية عنده القدرة ان هو يجزب الانتباه قوي في البداية فتوقعوا بقى مين اللي هيكون معانا ومين اللي هيتصدر الترتيب لان انا بقرأ كل تعليقاتكم ويلا بينا اهلا بقى اجمل ناس في الدنيا كل سنة وانتم طيبين يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه اللي مشتركش في القناة اشترك في المركز السابع معانا اكتر سبعة برج الحوت اه برج الحوت اه لو هي انسة الانوسة بتاعتها هتلفت الانتباه قوي هتلوحك قوي وهتخليك تلبس في عمود قوي ما فقاش اي مشكلة ولو هو رجل بكلامه الرقيق الهادي المرتب باحتواءه بنظرته اللي كلها حنية وكأنه بيمثل فيلم رومانسي كل ده عنده القدرة طبعا وعلى فكرة ابراج الحوت دي ابراج لو حبت ان هي تمثل تمثل يعني ابراج بتقدر ان هي ترسم الدور لو حبت ان هي ترسم الدور اعلم انه بقى في المركز السادس برج الحبيب ممكن كارزمة برج الحمل في البدايات تكون عامل قوي عامل قوي في دعم الموضوع ده عنده انه هو ممكن عنده القدرة في البداية لجذب العيون ولجذب الانظار ولجذب الانتباه لذلك هو بيجي معانا في المركز السادس ولكن كل دول حاجة ورباعي خط النار حاجة احنا رايحل لهم دلوقتي ياليتو احنا بنكمل كده لو الحلقة دي عجبكم ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا الدلوي في المركز الخامس اس لطريقة برج الدلوي دي محطوط عليها بوهرات من الابراج اللي لما تتكلم الطبخة لازم تتسبك قوي في الكلام يعني مش برج عشوائي ولا بيقول اي كلام وخلاص الكلام بتاعه بالمصطرة والقلم والبهرات مزبطة الطبخة قوي والطريقة والابتسامة بتاعته كمان بتعمل شغل في الموضوع فهنا بقى لفت الانتباه عند الدلو لما نقعد نتكلم مع بعض لما نجلس كده لما نتعامل مع بعض كده وابدأ ان انا اخد ودي معاه واشوف ازاي هو بيبتدي الكلام وبياخد مني طرف الكلام ويكمل عليه حاجات كتيرة او لو قعدنا بقى هندي حقها او نديله حقها هنتكلم حالها كاملة ولكن هو من الابراج صراحة اللي عندها القدرة على جذب الانتباه اولفته ان ارادت دول في منطقة وكالعادة رباعي خط النار اكيد في منطقة تانية خالص مين اللي توقع وكتب في المركز الرابع الاسد لازم كاريزمة الاسد لازم قوة الاسد لازم احساس الاسد بنفسه لازم يحجز له مركز مش بس في حالة النهاردة بل في رباعي خط النار او رباعي القمة في حالة انها ارداء الكاريزمة بتاعته هتلعب دور اساسي زي ما لعبت الكاريزمة برضو مع برج الحمل دور اساسي في الموضوع ده في المركز التالت اعلى منه بحاجة بسيطة ومن رباعي خط النار برضو بيحتل المركز التالت برج الميزان السياسي نمبر وان السياسي اوي 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 وكلامه لسانه بينقط سكر دايما بقول لسانه بينقط عسل يعني ولا سيما ما يكون قاصد وممثل ومن الدرجة الاولى لما يحط في دماغه ما عندوش اي مشكلة اطلاقا في المركز التاني في برج اقوى في الموضوع ده وبالفطرة يجذب وبالفطرة يشد وممثل قدير بل هو رأس الممثلين في الابراج العقرب برج العقرب وماليه في المركز التاني برج العقرب رجل او قول سداوس سعوله بقى ما توقفوش قدامه وبلاش تدخله معه في مقارنة عشان ما يجيش احباط ليكم او يجي اكتئاب العقرب بس يكون راية لان العقرب برضو سهل استفزازه العقرب يستفز اي حد وسهل استفزازه خلي بالك وان كان ما بيبينش بس من جوه يبقى بيغلي يعني حتى لو انت شايفه هادئة وبيتبارد هو بيتبارد بس من جوه عكس اللي انت شايفه فالعقرب طبعا معنا في حالة النارد من الابراج القادرة على لفة الانتباه ورسم الدور والتمثيل والتأقلم مع اي موقف لو عايز يبين ان هو متغسر يبين ان هو مش مئز ان هو زعلان ان هو مبسوط ان هو فرحان ان هو متفاهل ان هو بيحبك ان هو بيكرهك كل ده اساليب سهلة جدا عند برج العقرب انه يجيد فيها ومن هذا هو قادر في اغلب المواقف على جذب الانتباه بل وكذب التعاطف ان اراد بينما متصدر الترتيب من الزكي اللي توقع من الزكي اللي كتب وعشان ادخل كده اعمله قلب وعمله لايك اللي كتب المركز الاول يقول لي في التعليقات هو الجوزاء طبعا الجوزاء ده الحورتاجي الاول الجوزاء ده تقعد معه خمس دقايق يبلفك يلفك وفي سرعة بديها يعني مركبة نفاسة عند برج الجوزاء وكلامه ومزوئات كبير ودمه خفيف وعنده حتة القبول عالية وحاجات كتير هاوي هتخليك غصب عنك يعني يلفت انتباهك هاوي ابن اللذين انا بتكلم في البدايات هل دي بتدوم بعد كده الله واعلم بها على حسب طبيعة المواقف اللي هتحصل بينكم دايما لكل قاعدة استثناءاته ولكن ده بينطبق على اغلب من 90% من موالية كل برج اكتبولي اعراكم انا بحب ان انا اعرا كل التعليقاتكم اي حد تاني غير محمد ابو زيد بتشوفوا فيديوهاتي عنده اعملوا ابلاغ على طول وبلغوا عنه ده نصاب وبيرد باسمي وانا حذرت بالذات الفترة الاخيرة من الناس اللي بتنتحل شخصيتي وترد باسمي انا مش مسؤول تأكدوا رجاءا تأكدوا رجاءا قنواتنا التانية الانستجرام كل ده بنعمل لايفين على الانستجرام اسأل محمد وعيلته خناة الفطفضة كل ده في وصف الفيديو لو انت على يوتيوب وفي التعليقات لو انت على الفيسبوك موعدنا كل يوم ان شاء الله الساعة تسعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة